لا شك ان اخواننا الدين كامل ورسالة الاسلام هي اعظم الرسائل على اعظم الرسل باعظم الكتب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن من اسباب انتشار العلمانية اسباب كثيرة منها اول حاجة الجهل بالدين الصحيح الناس الدين الصحيح هزاة في روح ما عارفينه حتى الناس البيتدعو انهم بدافع عن الدين و بدافع عن الاسلام ما عارفين الاسلام الصحيح واحد تلقاه بيزعم انه بدافع عن الاسلام وتلقاه عقيدة خربانة وده سبب تاني انه في يعني انتشار الشرك بالله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين اللي هم الصوفية والشيعة وغيرهم اصحاب العقايدة الخربانة الليلة بتلقى يعني من اسباب انتشار العلمانية في السودان مثلا تلقى زول رئيس طائفة دينية وهو ايضا في نفس الوقت رئيس حزب علماني هنا بيختم الختمة وبيعمل الزلابية البيتدع حقته دي يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون بعد شيء يخش البرلمان ايجي يقول لهم نحنا دارين فصل مؤسسات الدولة عن الدين يقول لهم يا أخا نحنا دارين الناس حرين في الحجاب حرين في الزنا المرة تلبس حجاب او ما تلبس المرة تزني او ما تزني حقوق اللواطيين اللي بيسموهم الناس المثليين يقول لهم نطالب بيها كويس المرة تتفسخ الى اخر كويس السبب شنو السبب يا أخوانا انتشار الجهل والشرك والخرافة والبدع والضلال والطرقيات الليلة اذا كان ليه يوم الليلة دكتور زي واحد اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر بيقول ان المطرة غير ربنا سبحانه وتعالى بنزله الليلة غير ربنا سبحانه وتعالى بيعتقدوا كثير من الناس انه بيعلم الغيب والواحد بيمشي ليه عشان يجيب ليه الرائحة ويعرف ليه الخير يرقد ليه الخير يعرف انه مشواره ده كويس ولا ما كويس سفره ده تمام ولا ما تمام الليلة الناس بيعلقوا الحجبات وشيوخ الطرق الصوفية بيبرروا الى الناس ويدون في الشبهات العلمانية جات لقت مجتمع فيو الخرافة دي جو الإنجليز اللي يقول العلمانيين اللي يقول لها الصوفية مثلا الختمية يقول للواحد يقول له يا خنا دار السكة حديد الإنجليز يقول للختمي أنا دار السكة حديد دار ابنيها جو يبلي ناس يقوم يتكلم مع ناس يقول لهم يا أخوانا اللي بيجيب لي شبر متر من الخشب أو شبر من الخشب عنده متر في الجنة وباعتبار انه الشيخ ما بيكذب وانه الشيخ ظل واصل ولي لله سبحانه وتعالى والناس معتقدين فوقه وما ممكن يعتقدون انه يعني بيقول لهم كلام مخالف للدين بيسمعوا كلامه وبالتالي الأولاد الناس ذي اللي يقوموا ويشوفوا أبهاتهم بيأكلوا في أموالهم وأبهاتهم مستعبدين وكذا وكذا بيعتبروا انه ده الدين القام وطوال يقوموا يعتنقوا في العلمانية ويمشوا فيها